النهاردة ماتش زد ماتش صعب بسبب الظروف اللي انا بقول لحضراتكم عليها والنهاردة كمان احنا بنلاعب فرقة فرقة كورة فرقة عندها سرعة عندها حماس عندها بعض اللعيبة عندهم خبرات عنده عدد من اللعيبة عنده مهارات كبيرة جدا عنده مدرب شاب طموح كابتن مجدي عبدالعاطي وبيحقق على فكرة كابتن مجدي عبدالعاطي بيحقق ناتايك كويسة جدا 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 مع الفرقة من ايام ما كان معاه في الدرجة التانية وصعد بيه الدولي المتاز ودعم نفسه بصورة كويسة جدا والفرقة بتصرف وجابه لعيبة كتير وبدأوا الموسم على فكرة كويس قوي وعنده مزيج في الفرقة من خبرات ومهارة وشباب قادرين ان هم يشيلوا الفريق وقدموا فعلا في البدايات اداء كويس قوي وبعدين كعادة الفرقة المصرية البداية بتكون كويسة قوي وبعدين نهدى شوي يمكن في البداية كان هو في المربع الزهبي حتى لما هدي شوية هو دلوقتي في المركز الخامس هو دلوقتي في المركز الخامس فانت بتلعب معه النهاردة فرقة كورة مدرب فاهم فرقة حتدايقك وماتش من هو الماتشات الغلسة اللي احنا بنونا عليه ماتش غلسة كل ما تشات النادي لأهل غلسة كل ما تشات النادي لأهل غلسة بس الفرقة دي يعني حتمسك فيك حتدايقك فرقة كورة فرقة غلسة مش حتسيبك ميستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي مؤتمر الصحفي قال بعض الاسئلة اللي بتوجه لميستر كولر احيانا احيانا ما بتكلمش عن الصحفيين دول على عيننا وعلى رأسنا وكلهم زميلنا وحبايبنا لكن احيانا بيبقى السؤال غير منطقي ومش وقته ومش محله يعني ما احترامي لأحد الحضرين في المؤتمر احترامي وتقديري لجميع طبعا بقول له حضراتكم دول كلهم حبايبنا يعني لكن مثلا في التوقيت ده في التوقيت ده تسأل عن تدعمات الفريق لا الموسم قرب يخلص ولا احنا في فترة انتقالات شتوية ده احنا لسه ما خلصناش الدور الاول بالمناسبة الدور الاول برضو من ضمن الحاجات اللي احنا كجماهير بنفكر فيها ونخشى الكلام ده يحصل ان انا لازم اكسب المؤجلات لحد نهاية الدور الاول اللي هي مؤجلات بتاعت النادي الاهلي اللي هي من الدور الاول ليه؟ لان احتمال احتمال ان الربطة تلجأ لنتائج الدور الاول لو الدوري طول شوية تلجأ لنتائج الدور الاول لتحديد الفرق المشاركة في افريقيا تاني تاني حصل كده السنة اللي فات الدوري مطود الدوري مطود فانت عندك وقت تحدد فيه الفرق اللي هتلعف البطولات الافريقية فبياخده بياخده نتائج الدور الاول فكل اللي الواحد يخشى ان يحصل فعلا الكلام دول وانت مش مش متصدر جدول الترتيب فالمؤجلات مهمة جدا 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 لينا عشان لو حصل حاجة زي كده المهم المؤتمر الصحبي اللي انا بقول لحضراتكم عليها الاسئلة لازم تكون منطقية الاسئلة لازم تكون منطقية وتتوكب مع الحدث اللي انا فيه انما انا اجي لسه ما خلصش الدول اللعب تسع متشاد والتوقيت احنا في شهر مارس كنا ولا في شهر بداية شهر ابريل وتسألني على التدعيمات يعني هو السؤال مش محل محترامي لكل زملائي الصحفية